قل أصوم يوماً وأفطر يوماً بفضل الله لكن حين يوافق يوم صومي يوم الجمعة أتردد في صيامه خوفاً من الوقوع في النهي فهل أصومه استمراراً على عادتي أم أفطر؟ أنت تصومه على عادتك المنهي عن أن يصوم الإنسان يوم الجمعة من أجل الجمعة أما الذي يصومه من أجل أن يصوم يوم ويفطر يوم فهذا لا بأس به هو مثل يوم الشك اللي قبل رمضان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم الشك قال إلا أن يكون رجل يصوم صوماً فليصوم يعني لو فيه شخص خرص هو يصوم يوم الاثنين والخميس دائماً فوافق أن الاثنين هو يوم الشك فهل يصوم أو يتركه؟ يصوم ليه لأنه أصلاً معتاد عليه نعم حسب النية نعم ترجمة نانسي قنقر